أعلن نائب وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد أن انسحاب أو بقاء القوات التي وصفها بالحليفة داخل الأراضي السورية أمر غير مطروح للنقاش وأكد المقداد أن موضوع انسحاب إيران وحزب الله من سوريا غير مطروح للنقاش لأنه يأتي في سياق السيادة السورية على من يكون على أرضها ومن لا يكون على حد وصفه وحول المطالبة الروسية بخروج شامل لجميع القوات الأجنبية من سوريا مع بدء العملية السياسية قال المقداد أنه لا يعتقد بأن الروس يقصدون إطلاقا القوى التي دخلت سوريا بشكل مشروع وبموافقة النظام السوري يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عند لقائه رئيس النظام السوري بشار الأسد أكد أنه ينبغي على كافة القوات الأجنبية أن تنسحب من سوريا وفي السياق أوضح ممثل بوتين الخاص إلى سوريا أليكسندر لفرنتيف في اليوم التالي أن رئيسه قصد بتصريحه كافة الوحدات العسكرية الأجنبية في سوريا بما فيها الأمريكيون والأتراك وحزب الله والإيرانيون